عسليما ومرحبا بكم الناس وكل إن شاء الله تكونوا كلكم ألف خير ونعمة اليوم جيبت لكم رسات ياسر ياسر ابننا ومشخشخة ونتصور تعجبكم الكل على خاطر الناس وكل نحبوا صندويتش التاكوس بش نوريهولكم بطريقة مبسطة جدا وخاصة ناجحة ألف بالمئة بتبيعة بش نوريكم رسات الخبز عملتوا معاكم من لول للاخر حاسيلوا بش نوريكم الصندويتش من لول للاخر باللي دي تايم تاعوا الكل وفي الاخر تتحصلوا على نتيجة روعة وشوفوا تبركالة بكمية وفيرة بخمسة متى جرام بش نعملو ثمانية صندويتشت هيدا بالنسبة للخبز وزيدة بش نوريكم صارزة الجبن السائل اللي كتجي من داخل اللي هي ديدو بنا على بنا دونك بش تشوفوا الى تفاصيلة دوم الكل أبقاوا معايا الاخر الفيديو وذي كان مازلتوا ما اشتركتوش ما تنسيوش تشتركوا في القناة وطوا نمشي من بعدنا للمكونات متاع وصفتنا اول حاجة بش نبدو بيها هي الخبز تانا بش نخليوه يرتاح اني بش نستحقوا 500 جرام فرينا تكون فرينا عادية من بعد بش نستحقوا معاها 300 ملي لتر حليب يكون دافي المقادير هذه مضبوطة يعني كلهم اسحيحة ما تزيدوش وما تنقصوش منها ومعاهم بش نستحقوا مغرفتين كبار زيت زيتونة زيتة معاهم مغرفة صغيرة خميرة جاتو خميرة كيميائية ومعا هذيك بش نستحقوا مغرفة صغيرة ملح ديمة الملح يبقى حسب الضوغ ومعا هذيك بش نستحقوا مغرفتين كبار خل تنقلكم بعد عليش بش نحطو الخل نمشيوا لطريقة التحذير اللي هي سهلة على الأخر أول حاجة بش نمدوا بها بش نغربلو الفينا متاعنا وراه مهم برشة انكم تغربلوها بش نجي خفيفة زدنا الملح نزيدو خميرة الجاتو ومبعد بش نزيدو معاهم الخل ومن بعد آخر حاجة بش نزيدوها زيت زيتونة ونسميو بسم الله ونبدأ ونزيدو في الحليب متاعنا بشوية بشوية هنا الحليب راهو الكمية هذيه تعمل لنا 500 جرام لتعاجل لنا 500 جرام هنا بش نديو جوز تلمو لمانا كي أما بتبيعها كي ما ديما نقولكم انتو ما ورفينا متاعكم اهو كي أبدأ وزيدو بشوية بشوية المهم تنوريكم القوام اللي زينكم تتحصلوا عليه هنا هنا كي ما قاعدين تلاحظوا صبيت بخيسك الكمية لكلها يعني في الأخر صبيت 300 مليلتر الكل وبدي تلمو في العجينة متاعي بالطريقة هذيه اللي نتحصل على كعبورة تكون عجينة ملمومة ما تكونش تتلصق في اليد وما تكونش ياسر لينة يعني حاشنا بها تكون اللي عجينة شدة روحة كي ما قاعدين تراو طويكا بش نحيها من طن الاشغالة ديكا وبش نبدأ نخدم فيها فوق البلندة خفاي هناي الحرفة كل في الخدمة متاحة العجينة ديه لازمنا نعجنوها على الأقل خمسة دقايق لي نتولي رطبة كي ما هكيه مش يعني تعتابو روحكم برجا اليون هكيه ترتاب شوية العجينة بتاعنا طوي بش نكعبرها مهم برجا ومن بعد بش ناخو البابيا فيلم اللفها فيه وبيش نخليها ترتاح لمدة عشرة دقايق إلا خمسة دقيقة نتمو والوقت اللي عندكم دونك هني عالش نلفوها في البابيا فيلم بش هكيك العجينة قد ما ترتاح قد ما جيكم من بعد اطرية وياسر سهلة في الخدمة نعاود نغتيها كمام بمنجيلة رجحة في الشقالة اللي بدينا فيها من اللول ومن بعد بش نمشي ونبدأوا نحضرو في الجيج متاعنا نخليها على جنب وبالنسبة للجيج هني اخترت أنا سدوريت متاع الجيج راكم من صندويتش هذي تنجمو تعملو بالحم المفروم كي ما تنجمو تعملو بالجيج يعني تو من بعد تختارو اللي تحبو أنا اليوم عملت لكم بالجيج هني خاطر ديكم حاجة هكي خفيفة وفي متناول الجميع قصيت تدير الجيج متاعي بتبيعا بعد ما خصلتوا مليح بالخل وملح طويكة باش نقصوا مكعبات وباش نمشي ونشويوا الجيج متاعنا أنا خليط قلية حتيت فيها شوية زي ديتونة وباش نصب فيه التروف متاع الجيج متاعنا لكل من بعد باش نفوح الجيج متاعي اللي فيه تحطوا اللي يساعدكم واللي مستنسين بيه بالنسبة لي أنا حتيت ملح شوية فلفل لكحل ومن بعد باش نحط معاهم شوية كليل وزعتر كما تحبونتوما تدير كليل وزعتر يعني تنجم تختاروا اللي تحبونتوما كوركم شوية ثوم شايح وبالنسبة لكليل وزعتر حتيتهم أنا يعني هكا مش مرحيينة اذو ما طوي باش نخلطهم الكل تكون النار قوية اللي ينتي شوية ديج متاعنا كل كي تلقا وزعت ساعتها كتروف كبار او كنتوما قصوهم في ثمين نحطهم على جنب وما نخصلوش القلية متاعنا على خاطر مازلنا باش نسحقوها في البصل بنسبة لبصل عملت راس بصل ابيض قاسيتو شرق كيما هكا وراس بصل احمر باش نذبلهم فكزي تباكا اللي طاب فيه الجيش اذي باش نسميوه يعني يعني هذي البصل كينذبلوه كيما هكا خاصة ان ياخو اكل بنا متاع الجيش واللفاحات يسر يسر يجيبنين في ساندويتش انتوما لكم كما تحبووش تجمو تستغنيوا عليه هذا هو الغزلتها والنتيجة اللي حاشتنا بها انتفي الغاز وطبيكة هذو ما باش نحطهم في سحنا على الجنب نخليهم يبردوا ونمشوا نتعديوا لتبيت الوصف متاعنا نرجع طبيكة للعجينة متاعنا وهنا بعد مرتاحة الوقت اللي خليت فيه التياب الجيش ولي بصل طب باش ناحيها من البابير فيلم وبيش نشكل الخبزات متاعي كيما قلت لكم في اول فيديو بالنسبة لي انا اليوم عملت 500 جرام في عينا عملولي ثمانية كاسكروتيت يعني ثمانية خبزات من تورتلة تتشوفوا كيفيش انا قسمتهم بالنسبة للتقسيم راهو اذي كان انتوما القلايا متاعكم صغيرة دونك باش تنقصوا في الكمية متاع كل كعبورة واذي كان القلايا كيف كيف كبيرة راكم باش تكبروا في العجينة متاعكم دونك انتوما باش تتقيدوا كل واحد بالقلايا متاعه بالنسبة للقلايا متاعي انا القطر متاعها 30 سنتيمتر دونك هنا باش ناخو كل كعبورة نستويها هكا من الجنب الكل نكعبرها مليح ونحطها على جنب ونكملهم الكلهم بنفس الطريقة نحاولو هكا نستويهم لماكسيموم يعني نحاولو نستويهم على قد ما نقدروه باش هكا كاكا مبعد كنحلوهم يجيونا منظمين باش نعاود نحطهم في شقالة اللي خلطنا فيها من اللول والبابير فيلم اللي غاتينا به العجينة من اللول نغاتيو به مرة اخرى الكعابر بتاع العجينة بتاعنا باش نعاودو نخليوها ترتاح نصيف ساعة هكا انتوما وذي كان عندكم وقت اكثر قد ما تخليوها ترتاح قد ما به نغطيها هكا مليح نخليها على جنب ونمشي ونحضرو السوس فخماجير اللي هي صلصة الجبن هنا عندي حكا كريم ليكيد ولا كريم انتير اي كريم متوفرة عندكم وهنا عندي 100 جرام جبن ايمانطال هنا غابة يعني مرحي وتنجموا تحطوا اي نوع مطاع جبن يساعدكم انا اخترت ايمانطال واخترت جبن التويبع هذية تنجموا تحطوا شداغ تنجموا تحطوا اي نوع مطاع جبن متوفر عندكم في المنزل من بعد طوف نشو لطريقة التحذير ما اسهلش كان منها ناخذوا التنجرة بتاعنا تكون صغيرة نصبوا فيها كمية الكريم ليكيد متاعنا ومن بعد دوب ما يزدد سخن نصبوا فيها الجبن التويبع على خاطر هو يخو شوية وقت باش يضوبنا فوستك الكريم ليكيد نقعدو ديما نحركو فيه باش ما يشدش ماللوطة ودوب ما يضوب بالكلو نصبوا عليه بقية جبن الامانطال غطي وهاكي نكونو صابينا الجبنات متاعنا كل ردو بيكم متددو الملح على خاطر كي ما تعرفو جبن مالح دونك خليو تتقايدو كين بالكمية اللي حتيتوها هذية اكهو متددو حتى افاح اخر كي يضوب جبن متاعنا الكل يعني الكريم اللي الكريم فروماجير متاعنا والاساس فروماجير متاعنا حضرت انطفوا عليها النار ونخليوها تبرد على جنب نرجعو الخفزة متاعنا طيب باش نروش الفينا على البلونت خبايا متاعي و باش نبدأ نحل فيهم بالكعبورة بالكعبورة وماذا بيكم كل كعبورة تاخذوها تعاوضوا تغطيو العجينة الاخرى باش متشيحلكمش نجيب القلقاء متاعي و طيب باش نحلها على شكل دائرة تكون الدائرة حاولوا تعملوها على قد القلية اللي باش طيبوا فيها المقلة متاعكم باش اكي كان بعض العجينة ما جيكمش خارجة على جنيب اهنا باش نحلها يكون الصمك متاع العجينة متاعنا رهيفة ما تكونش يسر خشينة على خاطر احنا نحبو كي ما تعرفو الخبز التورتلا مايجيش اخشين هيدا هو الصمك اللي حاشتنا بيه طيب باش نجيب القلقاء متاعي ندور عليه العجينة متاعنا تكون القلية متاعي قارة تسخن سلة سلة يعني انا القاز متاعي حطته في النص يعني هو من واحد لعشرة انا حتيته في الخمسة ولا في الستة وباش نصب عليه العجينة متاعنا فوق القلية ونخليوها طيب في عقلها ما بين عشرة ثاواني نقلبوها من جيلة الاخرى نحسبو عشرة ثاواني ونعاودو نقلبوها من جيلة الاخرى اللي نطيب كي ما هاكا كل كعبة طيب ضروري انكم تغطيوها مليح بمنديلة باشا كيكا ما يدخلهش لهوي ومتيبسش ونكمل نطيبهم الكلهم بنفس الطريقة شوفو كيفاش نحطها العجينة متاعي جيني قد قد مع القلية وانا نبدو ندور فيها كل عشرة ثاواني شوفو اكل فوقعات اللي يجيو من الجنيب الكل اذا كراهي العجينة متاعكم ناجحة الف بالمية وشوفو تباركالة خاصة قد دهيش باشا نكمل نطيبهم الكلهم وكل كعبة اللفها ونحطها باشا كيكا ما تشيح النيش وهنا ناكد عليكم اللي كل جيهة طيبها ما تفوتوش لثا تقايق في كل جيهة لخاطر راهو محاشناش باش نطيبوها عالاخر الخبز خاطر كان طيبوه ياسر راهو يبسلكم وانبعد ما عاشتنا نجمو تساكروا عليه السندويش حاولو كي طيبوه يبقى ناقصة يب هو ذاك هو السرم خبز التورتلا ما يخوش برشا وقت في كل جيهة اذا هو اللون اللي يجبك تتحصلوا عليه في اللخر كيما قاعدين ترى هو تبرك الله يتم فاخع عن اللخر وانبعد يتيب ملا جناب الكل دوب ما هكا يخو لون فتح ونقفوا عاديه اي انتخطوان باش نحط نطيب الفريت متاعي انا باش نعمله في ال ايرفراير هنا على خاطر كيكا باقل زيت وباقل تشتيش واذي كانت تحبوني نحكي لكم عليها تخليب لي كومنتيغ وانا كانت تحبون نعملكم عليها فيديو كامل ونعتيكم رأيي الصريح يعني رأيي انا بعد ما جربتها في برشا وصفات انقلكم اسكو ساوفو لكو انكم تشريوها هذا الفريت متاعنا حضرنا طويقا نمشي للخبزات متاعنا هذو ما هو ما تبرك الله حبيتها كانوا ليهولكم قبل ما نبدأ نحضر في الساندويتشات شوفوا تبرك الله ايك الخبز الي جينا وشوفوا تبرك الله قد داهمش تريين كيما متاع الشيرع بالضبط يعني فريمو راهو تريين على الاخر والخل اللي حاتيناه في اول الوصفة ذاك راهو هو المحسن الغذائي اللي بشي خلينا تورتنا متاعنا ايدينا كيما هكا تريا وخاصة طالن ذي كانت تحبوا تستحفظوا عليها في الثلاجة بالخل انها تصبركم اكثر طويقا نتعديو التحذير الساندويتش نحطو الهريسة بالنسبة لي انا مستعملتش سوس يعني استعملت كين هريسة وسوس فروماجر اللي حاضرناها حتيت هنا البصل كراميليزي من بعد بش نزيد علي الدجاج متاعنا وراكم تنجمو تحطو اللي تحبو انتوما فما شكون يحط حتى الشكشوكة في التاكوس راهو تنجمو تعبيو اللي تحبو انتوما من داخل هنزيت عليهم الجبن ومن بعد حتيت علي مكسوس فروماجر نويدكم ونا نشاهيكم ومن بعد بش نساكرو هكا ملا جنيب ووررو ليوه بش كيكا الفروماج ما يخرجناش وهذا ساندويتش اللي لاني احضر نتعديو نوريكم مرة اخرى ساندويتش بش كيكا تزيدو تفهموني اكثر نحطو لونيزونيون كراميليزي الهريسة الجبن ونشخشوها مليح مليح بالفروماج في المرحلة هذين من بعد بش نساكر عليه كيف كيف ملا جنيب ناكد عليكم حاولو ساكروه ملا جنيب راو الخبز دري ما تخافوش ومن بعد ندوروه كيما هكا نجيب البلاتو يمشي للفور نحطو فيه وبش نحط فيه الخبزة اللي حضرتها ندهنهم من الفوق بشوية جبن كيما هكا ومن بعد بش نحط نعبيهم من فوق ونشخشخهم بالموزاريلا هذي راهو جربوها بالطريقة هذي وتتشوفوا قديش يجيكم ابني انعبيوها كيما وطبا بش ندخلهم في الفور جوست مية حمارو شوية ويبوا بنا اكا جبن من داخل ومن برا وهذي هي النتيجة اللي تحصلنا عليها شوفوا تباركالله الريحة ما نحكي لكم مش حسيلو ما شاء الله وشوفوا اكل منظر اللي يجي فيهم وكل بنا نودكم ولنشاهيكم جربوهم بالطريقة هذي وتفكروني بالنسبة لي كنت كنت مثل مثلا متحبوش الف غماج راكم تنجمو تطيبوهم على الابا غيل تعمل تاكوس وإلا تحطوهم في المقلة وتسخنوهم من لجنيب الزوز اما جربوهم بالطريقة هذي وتفكروني دونك هذي هي كانت وصفتنا لليوم إن شاء الله يربي تكون عجبتكم وإن شاء الله تكون النيل تريدكم انا مقعد لي كيمش نقول لكم مشان نتقابلو في وصفة قادمة وفي فيديو جديد ما تنسيوش تشتركو في القناة كيمما زلتو ما اشتركوش تفعلو الجرس بش تشجعوني وتخلو لي كومنتر و انا نقول لكم مشان نتقابلو بس لما